هي حاجة معلنة ومعروفة للناس كلها أنه كابتن طريق السيد تدخل بشكل أو بآخر في ملف أحمد فتوح صح؟ ده معلن في فترة من الفترات في فترة من الفترات فتوح هيكمل في نادي الزمالك ولا مش هيكمل في نادي الزمالك؟ هتقول ليه طبعاً ده قرار الإدارة عايز عليك أنت عن رأيك مش اللي هو قرار الإدارة أنت عايز فتوح يكمل في نادي الزمالك ولا قرار عرضه للبيع خلاص يبقى قرار النهائي وما يرجعش نادي الزمالك لأ هو أنا وجهة نظر الشخصية بطريق السيد في حاجات خاصة بفتوح فتوح أولاً فتوح زمالكاوي وما زلت بقولها واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه مع نفسه آخر واحد أنت قلت عليه زمالكاوي أمام عشور راح لقلي لأ أنا مش كده أنا قلت أمام عشور كنت مستصعب الأمر وليه مستصعب الأمر؟ خد بالك عشان الناس برضه تبقى فهمك كلام أنا قلت ليه كده كان من رابع المستحلات بعد الحوارات اللي حصلت ما بين إمام عشور وما بين النادي الأهلي في غرفة ملابس النادي الأهلي في ما تشوف الناشئين أن النادي الأهلي يروح يجيب فتحه يعني يجيب إمام عشور ويدخله النادي الأهلي ده بقى يعني إيه قمة الصعوبة ده كان تفسيرك للوضع عشان كده أنا قلت مستحيل ما ينفعش أنا مثلا عمل قلق مع رموز النادي الأهلي ولا النادي الأهل بيجيبنا بس إمام عشور كان زمالكوي ولا من زمالكوي زمالكوي جدا ولحد الوقت طيب طريق السايق عفوا أنا أحمد فتوح هو عايز يقعد عايز يقعد في النادي مين فتوح عايز يقعد وعايز يكمل وعايز يبقى موجود